هنا القاهرة الإخباري أهلا بكم معنا في هذه التغطية المباشرة التي نخصصها معكم في هذه اللحظات للتطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي دخل يومه العشرين بعد المئة ترجمة نانسي قنقر استشهد فلسطينيان وأصيب ثلاثة آخرون برصاص قناصة الاحتلال في حي النصر في مدينة غزة كما استشهد خمسة عشر فلسطينيان وأصيب آخرون جرأ استهداف من قوات الاحتلال لمنزلين مأهولين برفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة وقد ذكرت مصادر محلية أن أحد المنزلين كان يأوي عشرات النازحين بشرقي رفح هذا وتحاول توقم الإسعاف والدفاع المدني انتشال الجرحة من تحت الأنقاض ويعتقد أن من بينهم أطفال ونساء قالت الفصائل الفلسطينية أنها أسقطت قتلى ومصابين في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب تفجير آلية عسكرية بغرب مدينة غزة في السياق أوضحت الفصائل أنها استهدفت تجمعات لآليات الاحتلال الإسرائيلي على عدة محاورة في قطاع غزة ينضم إلينا ومزيد من المتابعة مرفح الفلسطينية بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية بعد التحية بشير هل تحدثني عن جديد وتطورات الأوضاع الحاصلة إلى الآن في قطاع غزة ما يحدث في قطاع غزة وما يدور من تطورات الأوضاع الميدانية فلازلت طائرات الحربية الإسرائيلية ترتكب المجازر بحق المواطنين الفلسطينيين رفح وليس ببعيدا عن هذا المستشفى وقعت مجزرتين بحق هذه العائلات حيث قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عددا من المنازل في هذه المنطقة مما أدى الارتطاع أكثر من 17 شهيدا وإصابة العشرات هذه المنازل كانت تضم عددا كبيرا من النازحين حينما بغتتها الطائرات الحربية الإسرائيلية بالقصف والاستهداف المباشر لتلك المنازل مما أدى إلى تدمير المنزل المستهدف ومربعا سكنيا نحيط بهذا المنزل المستهدف كذلك الطائرات الحربية الإسرائيلية وتحديدا الطائرات المروحية قامت بإطلاق الرصاص الحي باتجاه المناطف الغربية لمحافظة إيخان يونس مستهدفة المواطنين الذين كانوا يحاولون التحرك والخروج من محافظة إيخان يونس في ظل هذا العدوان الإسرائيلي الممتد على هذه المحافظة وتحرك الآليات العسكرية الإسرائيلية بشكل كبير في تلك المحافظة كذلك حي النصر والذي يقع في المنطقة الغربية لمدينة غزة قبل قليل عن استشهاد مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين في قنص لجنود الاحتلال لمجموعة من المواطنين الذين كانت تحاول الوصول إلى المنازل منازلها في تلك المنطقة حينما فوجئوا بوجود قناصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة وقاموا باستهدافهم بالرصاص الحي مما أدى إلى ارتقاء هؤلاء الشهدين أيضا المدفعية الإسرائيلية لم تتوقف عن إطلاق ذائفها بشكل عشوائي باتجاه المنطقة الشرطية لقطاع غزة بشكل عام خان يونس ورفح كان لها النصيب الأكبر من هذا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة بالحديث عن الأوضاع الإنسانية في القطاع الأوضاع الإنسانية لا تزال صعبة وتتفاقم صعوبة هذه الأوضاع يوما بعد يوم وننتحدث عن مرور 120 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة النزوح هنا وأعداد النازحين باكت مضاعفا نحن نتحدث عن مليون وسبعمائة ألف نازح في آخر تحديثات أعلنت عنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين نروة هؤلاء موزعين على خيام النازحين وفي مدارس ومراكز الإيواء التابعة لهذه المؤسسة الدولية هم يعيشون أوضاعا إنسانية في غاية الصعوبة وتزداد هذه الأوضاع في ظل تساقط الأمطار وغرق الخيام النازحين بمياه الأمطار وفي ظل فقدانهم لأي مستلزمات للشتاء ومواجهة هذا الشتاء الطارس الذي يعصف بالمتقى أيضا بالحديث عن المستشفيات وأوضاع المستشفيات هنا في قطاع غزة فهي لازلت أيضا تعاني في ظل النقص الحال في الأدوية والمستلزمات الطبية بعد محاصرة مستشفى الأمل ومستشفى ناصر في مدينة خيونس والتواقف الشبه التام لهذه المستشفيات عن العمل جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة بات الابتكاز صحيح إذن سوف نكون معك في جديد هذه التطورات لحقا من رفع الفلسطينية بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية أشكرك إلى الآن أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف أن أطفال غزة يعانون مستويات عالية من القلق وعدم القدرة على النوم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع أوضحت اليونسيف أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي عد القطاع من الأطفال والنساء يعاني أطفال غزة من تداعية العدوان الإسرائيلي على القطاع حيث تسببت الحرب الممنهجة التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى إزهق أرواح الآلاف من الأطفال الأبرياء وأصبحت غزة مقبرة للأطفال منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف أوضحت أنه وفقا لتقديراتها فإن هناك 17 ألف طفل في قطاع غزة يحتاجون إلى خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي وذلك بعد أن أصبحوا بعيدين عن ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم جراء العدوان كما يحتاج أكثر من مليون طفل فلسطيني لدعم نفسي كامل نتيجة الحرب الإسرائيلية المأساة التي يتعرض لها أطفال غزة كشف تفاصيلها مدير الاتصالات بمكتب يونسيف في فلسطين جوناتان كريكس الذي أوضح أن الأطفال تظهر عليهم أعراض مختلفة نتيجة العدوان مثل مستويات عالية من القلق المستمر وفقدان الشهية وعدم القدرة على النوم كما أنهم يفزعون في كل مرة يسمعون فيها أصوات القصف التي تتم بصورة يومية في نفس السياق قال متحدث يونسيف بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا عمار عمار إن المنظمة الأممية تلاقي صعوبة كبيرة في تحديد أماكن الأطفال بغزة بسبب القصف المتواصل على القطاع مشيرا إلى أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء مطالبا بدعم المنظمات الأممية والإغاثية في قطاع غزة ويتعرض أطفال قطاع غزة لمعاناة شديدة تزداد يوما بعد يوم جراء العدوان الذي يمارس جيش الاحتلال على القطاع حيث أصبح أكبر ما يحلم به الأطفال الفلسطينيون بعد اقتراب الحرب من إتمام شهرها الرابع الرجوع إلى أحضان ذوي معائلاتهم مرة أخرى بعد الشتات الذي تسبب فيه الحرب قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيح قال أنه طلق تأكيدا من ممثل خمس دول أعلنت تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا عزم دولهم على استئناف التمويل وذلك خلال أسابيع أعرب أشتيح عن شكوره لهذه الدول داعيا جميع الدول التي أعلنت وقف تمويلها داعيا إلى العدول عن موقفها واستئناف مساعدتها للاجئين ولا سيما في قطاع غزة المنكوب الذي يواجه جرائم إبادة جمعية ويعاني سكانه من نفاذ الطعام والماء والدواء وسط انتشار للأمراض وللأوبئة من رمالله ينضم علينا دكتور حسين حميل أن أتقوا باسم حركتي فتح بعد تحية دكتور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية تحدثوا على أنه تلقى تأكيد من ممثل خمس دول هذه الدول أعلنت كما نعلم تعليق تمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا بأنه سوف تعود هذه الدول عن وقف تمويلها فكيف ترى هذا المصار وهل يمكن أن تعود الدول التي أمرت بوقف تمويل هذه المنظمة الأنروا إلى العدول عن قرارها مرة أخرى أسعد الله صباحك أو مساءك أخي حسان أنت والأخوة المشاهدين منذ اللحظة الأولى لهذا القرار كلنا حتى عبر فضائية الكاهرة بأنه الآن الشعب الفلسطيني في معركة جديدة مع هذا الاحتلال وهي معركة الأنروا والأكاذيب والتلفقات التي تكون بها دولة الاحتلال من أجل جعل هذه الدول أن تذهب بهذا القرار وبدأت الدبلوماسية الفلسطينية كما أوضح دكتور محمد الشتي رئيس الوزراء بالعمل مع الدول ومع العالم باتجاه أن يكون هناك عودة عن هذا القرار المجحة بحق الشعب الفلسطيني والذي له أبعاد سياسية خطيرة وأهم بعد في هذا الموضوع هو شطب قضية اللاجئين فالأمر لا يتوقف فقط عن وقف التمويل أو تجفيف التمويل هذا مخطط إسرائيلي له علاقة في القضاء على كل ما له علاقة بملكونات الشعب الفلسطيني أنتم سمعتم عن مخطط تهجير بداية الذي طرحه سموت ريشوة بالغفير وكل أركان دولة الاحتلال وكذلك ابن يمين نتنياهو تساوك معه البعض ولكن القيادة الفلسطينية تواصلت مع العالم ووضحت الصورة في الحرب وبداية العدوان في 7 أكتوبر ووصلت الرسالة إلى عالم أجمع وعدل الكثير عن مواقفهم التي كان يشبها للأسف الكثير من الخلط وكانت هي مواقف التطرفة كما هي مواقف دولة الاحتلال هناك تأكدات ولكن نحن تعلمنا كفلسطينيين على المستوى الشعبي وكذلك القيادة الفلسطينية بأننا لا نذهب وراء أقاويل ووراء موضوعات تذهب في الصراب وإنما ننظر إلى النتيجة الحقية على الأرض التي لها علاقة بأن يعود كل شيء كما كان والأهم بالنسبة لنا اليوم أيضا إضافة إلى أهمية هذا الجهد وهذا العمل في موضوع وكالة الألروا أن يكون هناك وقفاً لهذا العدوان ووقفاً لهذا الإجرام وإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني الذي يذبح بالآلة الإسرائيلية وكذلك يذبح من الجوع والفقر وقلت الدواء والماء والبسكر وطبعاً خطورة دكتور حسين أن هذه الدول التي علقت تومي لها للأنروا يعني صارت في ركاب الجانب الإسرائيلي دون حتى تحقيق أو حتى وجود أي أدلة دمغة على ما قيل بحق هذه المنظمة نعم إسرائيل أخي حسان لا تلبث إلا وأن تذهب باتجاه الكذب والتلفيق والتأويل فهي بعثت رسائل للعالم وتواصلت من خلال سفراتها ومن خلال أعمالها الدبلوماسية وغير ما دول العالم وهم دائماً يحاول أن يظهروا أنفسهم بأنهم الضحية في ظل ما يقوم به من قتل وإجرام والأسف الشديد البعض قد يتساوك معهم في البداية والبعض قد يصدقهم والبعض يعلم جيداً أيضاً خبثهم ولكن يتساوك معهم يعني بريطانيا بالذات تعلم جيداً بأنه أن إسرائيل دولة احتلال وأن إسرائيل دولة ترتكب جراء ضد الإنسانية وأنه بكل ما يقوله بن يمين نتنياهو في لقاءاته الصحفية اليومية وغيرها هو عاري عن الصحة أخي حسان وهم يعلموا ذلك ولكن للأسف الشديد لحسابات داخلية في هذه الدول لحسابات المصالح دائماً يذهبوا باتجاه أن يقفوا مع دولة الاحتلال المسكلة اليوم أنه في هذا العالم الناس الدول والعالم أصبح يغلب مصالحه على حساب الإنسانية نحن نعلم أن الدول لديها مصالح ولديها علاقات وكل هذا الموضوع نعرفه أما يصل الأمر أن مصالح الدول ومصالح أيضاً بعض السياسة مصالح الشخصية لبعض السياسة على حساب الإنسانية هذا يعني أمر أعتقد أن الطامة كبرى ستلحق بالإنسانية جمعاً وليس فقط الشعب الحلسطيني صحيح ودكتور حسيني المفروض أن يكون لهذه الدول ثمت من يمدها بتقارير لأنك عندما تتحدث عن هذا الاستداف المنهج من قبل احتلال إسرائيل والشهداء وعدد المصابين يعني منظمة اليونسيف مثلاً وهي منظمة إغاثية تعمل تحت راية الأمم المتحدة تتحدث على الأطفال الغازة بالإضافة إلى الضحايا منها والأطفال من الشهداء أيضاً والمصابين يعانون مستويات عالية من القلق وحتى أنهم لا يستطعون النوم نتيجة لهذا الاستهداف والقصف الشديد بالقنابل الانفجارية يعني من المفروض أن يكون لهذه الدول من يمدها بتقارير حول الحالة الإنسانية المتردية في قطع غزة يعني لا شك أن ما تكلمت به همهم جداً وجداً ولكن نحن كفلسطينيين لم يبقى مكان في العالم ولا أي قناة دبلوماسية أو إعلامية أو سياسية إلا وصلت الرسائل لو ما يريد أن يطلع على الحقيقة أعتقد أن الكلمات والخطابات ومحكمة العدل الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جينيف وكل ما له علاقة بالقانون الدولي أصبح القاصي والداني يعرف أن إسرائيل تجاوزت هذا القانون في البذابح والإجرام الذي تكون به في قطاع غزة ضد أبناء الشام الفلسطيني هذا أمر ليس بالجديد أخي حسان هذا أمر قديم جديد ولكن العالم مطلوب منه اليوم أن يقف عنده مسؤولياته باتجاه أن يكون هناك إرادة دولية حقيقية وقرارات ترتقي إلى مستوى الحدث اليوم الشعب الفلسطيني أطفالاً وساءاً وشيوخ وجامعات وكنائس أبادتها إبادة إسرائيل أبادة الحجر والبشر هناك الكثير من الكرارات وهناك الكثير من البيانات التي لا علاقة بالشجب والاستنكار ولكن للأسف الشديد إسرائيل لا تأبه في ذلك بالأمس 13 منظرة أصفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 120 شهيد فلسطيني هذا بالأمس يوم قرار محكمة العدد الدولية كان هناك 19 منظرة ارتقى فيها 178 شهيد يعني هو الأمر الذي يحصل اليوم أن إسرائيل فلتت من عقالها في كل القضايا التي لها علاقة بالإنسانية وليس فقط في هذا العدوان إسرائيل منذ احتلال الشعب الفلسطيني في 48 إلى يومنا هذا آلاف مؤلفة من المجازر التقبت ضد أبناء الشعب الفلسطيني نعم المجازر وما يتكون به إسرائيل هو يؤثر على الأمن والاستقرار أيضاً ليس في فلسطين وهذا البلد الثاني من الإجابة أخي حسان أنت ترى ماذا يحصل في مصر من مسيرات ومن حراك هنا أو هنا هذا يؤثر على الاستقرار وما يحصل في الأردن وما يحصل في كل دول المنطقة لكن يبدو أنتو حسين وأنت تعلم أكثر مني طبعاً يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي كان يتعمد حتى في بداية الحرب على قطاع غازة استهداف حتى مقرات الأنروا برغم أن هذه مقرات لديها أعلام لديها أحداثيات واضحة بأنها تتبع الأمم المتحدة لكن كان يستهدف هذه المقرات ويستهدف العاملين بل أدى الأمر إلى اختطاف واحتجاز العاملين في الأنروا يبدو أن هذا هو استهداف كان استهدافاً مبكراً حتى لا يمكن مساعدة هؤلاء حتى الذين يتعرضون إلى مجازر كما تقول دكتور حسين يعني هو المسلسل دائماً الذي تريد إسرائيل ترويجه وتسويقه تبدأ هي بقصف وقتل وإجرام ثم تأتي بتقارير ملفقة من خلال ما تقوم به من أعمال يعني تقوم بعمل تمهيد لهذه المجازر نعم نعم ماهدت لهذا الموضوع في الأنروا كما كانت تمهد لموضوع مستشفى المعمداني ومجمع الشفاء ووجود الأنفاق تحت هذا المجمع وكسفت وقتلت مئات البشر ومئات المرضى في هذه المجمعات ثم ذهبوا ليصوروا الأنفاق أسفل هذه المشافي ولكن لم يجدوا شيئاً وما ذلك ذهبت القصة وأن الآن عليهم حساب طويل في موضوع المحاكمات الدولية والجنايات والإجرام الذي ارتكبه بحق الشعب الفلسطين ولكن في النهاية حسان أنت تعلم والجميع يعلم أن الكرارات بالألوف وأنا صادق عندما أقول لك بالألوف نحن نتزعنا كرارات من الولايات المتحدة والمجلس الأمن ومن كل المؤسسات الدولية بالألوف ولكن هل هناك إرادة دولية في هذا الموضوع؟ هل ستقوم الإدارة الأمريكية بإزالة الغطاء السياسي والدبلوياسي والدعم العسكري عن دولة الاحتلال من أجل الإنسانية ومن أجل الأطفال الذين قتلوا؟ هذا سؤال يترك برهن الإجابة العربية والإسلامية ولا كل عالم أجمع اليوم الموقف المصري في موضوع التهجير كان موقفا تاريخيا الموقف الأردغي بهذا الشأن كان أيضا موقفا تاريخيا ولكن هل يوجد وحدة عربية وإسلامية لحماية الشعب الفلسطيني؟ أعتقد أنه بناء على النتائج وأربع شهور الحرب اليوم أصبحت لا يوجد أحد يقف مع الشعب الفلسطيني أو لا نقول بأنه لا يوجد أحد يقف ولكن الوقف مع الشعب الفلسطيني ما زالت لا ترتقي إلى مستوى ما يتعرض له شعبا من الإجراء يعني إذا بتيجي على الضفة الغربية الوضع ليس بأحسن حال بالقطاع غزة نعم القصف والدمار بنسبة أكثر من 80% للمباني والمساكن في قطاع غزة و85% من البشر نزحوا يعقبون أيضا في نفس الوقت يعقبون مواطنين الضفة الغربية ويقتحمون طبعا المخيمات كما نرى كل يوم بل يعتقلون من خلال هذه المداهمات والاقتحمات شبان فلسطينيين نعم هذه الاعتقالات هي أمر جديد قديم يعني هو لم يقف في الضفة الغربية لو عدت إلى التقارير الاختبارية لو وجدت يوميا منذ سنوات طوال يوميا اعتقال يوميا كل يوم فيه اعتقال ومداهمة للبيوت إضافة إلى تقطيع المدن تقطيع الشوارع يعني يا أخي حسان اليوم المشوار اللي كان بده مصف ساعة في المركبة اليوم على الأقل نفس المسافة بحاجة إلى ثلاث وإلى أربع ساعات بسبب الحواجز عبثية يضعها جيش الاحتلال فقط من أجل تضييق على الناس ليس أكثر حتى لا يقوموا بتفتيش سيارات ولا يقوموا بعمل شيء اللهم أنه فقط بدي نقدع على الناس وتخيل نفسك أنت تقف على حاجز عسكري لا تدري متى ستمر ولا كيف ستمر وهل ستمر أو لا تمر ثم يغلقوا الحاجز تحت أي ذريعة يبتدعوها إضافة إلى وضع الأسرة الأسرة الفلسطينيين وصلوا إلى مرحلة من ناحية الأسرة يعتقلون عراء الضرب كلة الطعام كلة الدواء الغرف مكتبة جدا وجدا لا ماء لا اتصال لا زيارة محامي لا محاكم حتى صحيح الشيء هذا الموضوع يعني أنت تتكلم عن متزرة بكل ما تعنيه الكلمة لمتزرة على كافة الصعود ليس فقط في القتل صحيح القتل هي محارك وإجراء نعم ولكن كل قطعة لا يتوهج وهذا مستمر يعني كما تقول وأشكرك عندي تفاصيل الآن مرة مالا كنت معرفيها دكتور حسين حميل أناطق باسم حركتي فاتح أشكرك شكرا جزيلا إذن تنتهي معكم هذه التغطية حول آخر وجديد المستجدات فيما يتعلق بالشأن في قطاع غزة هنا القاهرة الإخبارية شكرا لكم وإلى مرتقى اشتركوا في القناة